جزمة النقل عبر القناة الرابطة بين فرنسا وبريطانيا حلت نعمة على المهاجرين غير النظاميين الإضراب الذي خضه عمال القناة وأدى إلى شل حركة النقل فيها لساعات وفر فرصة مواتية لمئات المهاجرين لضمان رحلاتهم السرية على متن الشاحنات القادمة إلى بريطانيا من ميناء كالي في الشمال الفرنسي بعدما فرض الازدحام بطءا شديدا في حركة عبور الشاحنات مما سهل مأمورية مستقليها بصفة غير شرعية وشكل عبءا إضافيا على السائقين إنهم في كل مكان المهاجرون في كل مكان أين هي الشرطة أين حرص الحدود المخاوف الأمنية من تسلل عناصر متطرفة بين المهاجرين غير النظاميين بالإضافة إلى نشاط عصابات الاتجار بالبشر دفع السلطات الفرنسية والبريطانية إلى محاولة احتواء ومراقبة الوضع في القناة الرابطة بين الدولتين وتعزيز الإجراءات الأمنية في ميناء كالي الفرنسي نبحث ما إذا كان بإمكاننا نشر مزيد من أفراد الشرطة والكلاب البوليسية على هذا الجانب من القنالة وهناك عمل أكثر يجري من أجل إقامة الصور في منطقة ميناء كالي وحول مدخل القنالة ويفترض أن يؤدي ذلك إلى تحسن في الوضع مساعي الحد من تدفق المهاجرين تصطدم بواقع ارتفاع أعداد اللاجئين العابرين للبحر الأبيض المتوسط بشكل مستمر وهو ما يجعل حل المشكلة على الحدود الفرنسية البريطانية رهينا بالوضع في السواحل الجنوبية لأوروبا